استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا واستشهد عشرون فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال المتواصل شمال مدينة غزة وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى خمسة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسين شهيدا وثمانين ألفا ومائتين وثلاثة وتسعين مصابا مائتان واثنان وثلاثون يوما من الصمود أمام الإبادة الجماعية وأمام القصف المتواصل والحصار والتجويع وقطع المياه والكهرباء والغاز تلك هي الحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان عليهم في أكتوبر الماضي وهم رغم ذلك متمسكون بالحياة على أرضهم والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة ويدربون أروع الأمثال في تحدي المحتل والثبات على مبدأ الأرض متمسكون بأرضهم باقون في بيوتهم حتى بعدما تهدمت إنهم أهل فلسطين الذين صاروا طرفا في حرب غاشمة شنها عدو لا يريد إلا إبادة لشعب أعزل وتجريفا لأرض مختصبة ورغم ذلك فشل في امتلاكها ها هو يصول ويقول قتلا وتشريدا في أنحاء فلسطين بينما ظل الفلسطينيون يثيرون دهشتنا بخلقهم حياة من العدم ففي خان يونس بن الشاب أحمد المقداد خيمة له من مخلفات العدو وذخائره التي قصد بها أن يقتلهم لكن المقداد عاش رغم أنف المحتل واستخدم أدوات الموت لخلق حياة جديدة وسط الدمار بلا ماء ولا كهرباء بعد أن قطعت حكومة الاحتلال عنهم جميع مقومات الحياة رجعتها بيتي لقيت البيت أنا رأى واجع لا يصلح للسكان فاضطرت أن أجي على أرض فاضية نصبت الخيمة فجتني الفكرة فكرة مخلفات العدو فوفرت علي شغلات كثيرة عملت الفكرة وزبطت معي فصورت أن أوفرت علي حق الخشبات وحق الموسير ونصبت خيمته وقعت فيها يعني ومن خان يونس إلى مدينة جنين بالضفة الغربية فرغم قصفها بلا هوادة نطقت القدران واثقة من العودة للديار ورسمت على الحيطان مفاتيح البيوت التي غادرها أهلها وعبارة لن ننسى لكنهم في نكبتهم الأخيرة قرروا أن يشاركهم العالم بثا حيا لعيون الأطفال موثق فيها رفضهم نسيان حياتهم وإصرارهم على العيش داخل الوطن ربما يستمر الاحتلال في غيه كما هو الحال منذ سبعة عقود ولكن الفلسطينيين أيضا مستمرون في تمسكهم بأرضهم فإذا ما استشهدوا سيقوم جيل آخر وسينطق الحجر والشجر وستصرخ القدران بأن فلسطين للشعب الفلسطيني صاحب الأرض